هنرجع نقولها تاني لأن هو واقع تاريخ الأهلي كبير مش بيقف على خسارة ولكن أكيد اللي زعلنا احنا مش بنحب ان احنا نخسر لان احنا مش متعودين على ده الأهلي معودناش على ده هنتكلم في كل اللي بيتعلق بالمطش مبارح واللي جاي ان شاء الله بس خيان راحب في البداية بكابتن حسين شكري نجمة الأهلي السابق وطمن حضراتكو ان كمان بعثتنا بالمناسبة وصلة الحمد لله بالسلامة مبارح عفوا النهاردة الصبح يعني تقريبا على الساعة عشرة أو حاجة زي كده يعني مفيش من ساعة تقريبا فحمد الله على سلامة البعثة كلها صباح الخير وصباح الفيلم نورنا يا كابتن حسين بتشرف ان انا كن مع حضرتك ومع أساس كريم وصباح الخير على كل الهلوية ومعنش الحمد لله يا ربنا عزك نورت الدنيا يا كابتن حسين طبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع هذك بخصوصها سواء فنيا في المباراة أو المنطق العام اللي كان بيغلب في هذه نسخة من البطولة اسمحني في البداية سألك سؤالك مش هادر أمني عن نفسي من أن أسأله لك هو الكاف على أيامكم كان بيعمل كده مع النادي الأهلي لا ما كانش بالشكل الفضيع قوي ده كده لان بقال فترة طويلة قوي احنا معلش هنعايز اقول يعني نتكلم بصراحة شوية لان الموضوع بقى زياد عن لزوم احنا بقينا ضعاف في الاتحاد الأفريقي وخصوصا مع النادي الأهلي بقى تتعامل حاجات كتيرة مش لزيزة ومش لطيفة احنا لو نرجع بس ناخد نتسلسل بالأحداث كده من أيام المباراة اللي حصل فيها المشكلة بتاعة الوداد والترجي لما الموقف بتاع الفار والكلام ده كله وخرج رئيس نادي الوداد وده كان حقه طبعا ان هو بيدافع عن ناديه والكلام ده كله انه هو قال انه تعد بالبطولة بعد كده نور بودود بالأحداث اللي حصلت ان المغرب او الملعب محمد الخامس لتاني مرة النهاية لعب في المغرب لو احنا هنقول ان الشعار بتاع الفير بليه دي ما فهاش فير بليه يعني احنا لو قلنا لو الكلام ده لو الملعب ده متحدد من فترة طويلة جدا لو حد يقولك الشعار بتقوله بأمارة ايه لا هو ما جاتش يعني احنا ما جناش جنبها فكرة ان تتكلم عن فار والس هو في عنوان بيتقال انما التفاصيل اللي جوه غير العنوان اللي موجود يعني احنا لما نيجي نقول مثلا دلوقتي انت حددت الملعب من الانصاف ومن الفير بليه بقى لو انا لقيت فرقة من الفير بليه حتى لو انا محدد الكلام دوت من قبل بداية المسابقة انا ممكن اغير الملعب ده الفير بليه لو سواء كان في قايرا او كان في المغرب لا ده الفير بليه ان انا اغير الملعب انا جات على الملعب بس يا كابتن حسيني يعني ده في حاجات او امور صعبة جدا في ايه؟ اللي وصلنا لده ان اختيار من البداية خالص ان انت بتحط كل المعاقات للنادي الاهلي ان هو ميخدش البطول يعني حتى تصريح كمان مبارح من انفينتينو رئيس الاتحاد الدولي ان هو بيقوله هو مفيش غير النادي الاهلي يعني السنتين اللي فات وهو جاي السنة دي بيتفرج على المبركة كمان هو مفيش غير النادي الاهلي والله احنا اسفين ان احنا رقم واحد يعني لو ده هيساعدنا هيساعد ناس من ننا يعني مش من المنطق ان انت راجل رئيس الاتحاد الدولي وراجل مسؤول ان انت تطلع تصريح بالشكل دوت لو لو هو قال التصريح دوت لا مش يقدر يقول نابس ابو ادول على ريال مدريد مثل يعني اوروبية لا ما اقدرش طبعا يعني هو احنا ما ارى نشغل ريال مدريد لا ما اقدرش طبعا او ما اجب نشغل برشد يعني التعليق ده بحد ذاته يستحق بالزبط يعني انا 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 مش متخيل ان انت راجل مسؤول عن كرة القدم في العالم كله وان انت تقول تصريح زي دوت لا ما ينفعش ده انت لو قاعد مع اصحابك مش تقدر تقوله بالحضرتك زي فما بالك ان انت راجل مسؤول ان انت تقول حاجة زي كده بس في الاول وفي الاخر برضو احنا عايزين نحية طبعا مجلس دارة النادي الاني لانه يعني بزلوا طاقة بصراحة بامامة الله يعني رهيبة ان هما قدروا ان هما يحافظوا على الجمهور اللي راح حاولوا على قد ما يقدروا ان هما يوصلوا الجمهور بامان حاولوا ياخدوا نسبة تذاكر يعني ان كان فيها انصاف وهي ما فيهاش انصاف لما لت كانت النسبة اللطيفة يعني ستين الف تقريبا مقابل قول ستمية من عندنا لا ما انا بقول له حضرتك بص هما بيقولوا عنوان والتفاصيل جوه العنوان حاجة مختلفة خالص يعني لما تقول انت عشر تلاف تذكرة النادي الاهلي وعشر تلاف للودان وعشرين الف للجمهور الجمهور العام يعني انا خدنا العشرة بتوعنا حتى لو خدنا العشرة ورحوا العشرة طب العشرين الف اللي هو الجمهور العام الجمهور العام ده هيجي منه اكيد مش من عنده لا يعني ما فيهاش انصاف في كل الحالات اللي اتعرض فيها النادي الاهلي لان يخد المباراة ده يتلق يعني ما بصا كابتن حسين عشان بس نقطة تبقى واضحة الكلام ده احنا قلناه قبل المباراة عشان ما يجيش حد يقول لك اه ما احنا بنقعد بقى نبرر لا الكلام اللي احنا قلناه ده قلناه قبل المباراة لان ده الملابسات اللي كانت موجودة ده المشهد قبل ما تدخل قصا تلعب البطولة فكلها حاجات كانت ضدك ده رقم واحد رقم اثنين اكيد احنا برضو مش هنخفل ان احنا عندنا بعض الاخطاء يعني ما حنتكلم في ده بس عشان رؤية يش يقول لك انتو بتبرروا لاح ما مبررش يعني ما فيش القصة دي قبل ان حتى وليد الكراكي كان ليه تصريح قبل كده قالك هم زعلانين ليه ما كانش ناوي ليه تصريح قبل كده قالك احنا بنلعب في اي حتى ما هو على فكرة تقريبا ثلاثة اربع البطولات اللي النادي الاهلي حصل عليها هي على فكرة ما كانتش على ارضه لكن ملهاش علاقة فكرة ارضي ومش ارضي من ملابسات كلها ضدك الكلام ده مظبوط ولا انا بقول اي حاجة تكملا كمان لكلام حضرتك مظبوط طبعا تكملا لكلام حضرتك ان الاجراءات اللي خدها مجلس ادارة النادي الاهلي بقادة كده محمود الخطيب من قبل المباراة ما تحصل هو ده ان احنا لما روحنا عملنا التظلم للتعادد دولي كان من قبل المباراة ما تحصل ان النادي الاهلي طلع بيان ان هو قال بعد المباراة سواء احنا كسبنا او خسرنا ان احنا هنطلع تفاصيل تانية اكتر كل الكلام ده كان قبل المباراة تكملا لكلام حضرتك فالنادي الاهلي احنا مش بنطلع مبرر عشان حاجة معينة لا احنا واخدين الاجراءات ديت لان فعلا اجراءات مش منطقية النادي تتعمل مع فرقة محترمة زي النادي الاهلي عشان يتلعب النهائي في الاجواد دي كل اللي احنا بنقوله ده دي علاقة بالكاف ومناتج عن الكاف في الفترة الاخيرة تعال نتكلم شوي عننا احنا بقى كيف رأيت مباراة الامس لا احنا كنادي اهلي كفرقة النادي الاهلي ككورة لا احنا ما كناش كويسي يعني عشان نبقى برضو منصفين مش هنقول برضو مش هنضحك على بعض لا كأداء كورة في الملعب احنا ما كناش تعال نبدأ واحدة واحدة كابتن حسين يعني نبدأ كده بسؤال كريم التشكيل هل اخطأنا او مسلماني اخطأ في التشكيل ام لا وبعدين نخش على حتة الفنيات قبل المباراة هيبقى في كلام وبعد المباراة هيبقى في كلام معظم الناس اللي هتيجي تحلل قبل المباراة يقول لك يعني اللي قال التشكيل مثلا هنقول تسعين في المية خمسة تسعين في المية مش هيبقى عنده اعتراض كبيرة على التشكيل خصوصا احنا لعبنا مع الرجاء بالزبط وقدينا بيه شكل كويس وقدينا بيه حاجة كويس واخدراتك ازاي اي مدير فني في الدنيا بيبقى ليه كذا سيناريو قبل ما بيخش المباراة انا شفت ان مستر موسيماني حاول ان هو يلعب على السرعات من الاطراف ان هو يزوج كسافة كبيرة مثلا في اربع لعيبة عندنا طاهر وبيرسي وعبدالقادر واحسين الشحات الاربع لعيبة دول المفروض ان هم لعيبة هجومية مظبوطة محمد شريف برطا لا محمد شريف بعد ما نزل لا انا بنتكلم على بداية التشكيل من البداية الاربع لعيبة دول الموجودين دول اربع لعبين هجوميين مظبوطة ومش مظبوطة يعني الراجل دوت مش نازل عشان يدافع اشتغل هو على عنصر السرعة اشتغل على عنصر السرعة لان الاربع لعيبة لو لو قلنا حسين الشحات او طاهر او عبدالقادر او بيرسي كلهم عندهم عنصر السرعة وده في تفكير مدير فني لما تخش انت بقى مش مشجع عادي لما تخش في تفاصيل دماغ مثلا الراجل بيحط سيناريو للمباراة لا انا عارف ان انا بلعب مع فرقة في ملعبها والجمهور وان الفترة الاولانية هيبقى في ضغط عليها والكلام ده كله انا محتاج عنصر السرعة في الحاجات لها الهجمات المرتدة والكلام ده كله انت كمدرب انت بتقول السيناريو او بتقرأ السيناريو او بتشوف الميزات بتاعت اللاعبة اللي موجودة عندك ان انت تتحقق بيها الهدف هو عمل كده من قبل المباراة سوق حالة اللاعبة بقى اللي موجودة في الملعب او الكلام دوت او انهم مبقاش موفق او حاجة زي كده دي مش بتاعت مدرل هو للامانة برضو كلمة عدم توفيق ما ندرش نعلق عليها قوي اللي حصل لان بعيدا عن مسألة التوفيق من عدمه في فرص احنا شكنا ان اللاعبة ما كانوش فيقين ما كانوش بيقدوا الاداء المتوقع والمنتظر منهم واللي كمان يتماشى مع امكانيات كل واحد فيهم على حدة انا متفق مع حضرتك بس انا بتكلم برضو معلش مهما ان كان احنا هنرجع للأسباب برضو اللي كانت قبل المباراة هي خدت من التفكير او من ذهن اللاعبة او تركيز اللاعبة بنسبة كبيرة جدا وده خطأ مش 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 صح او او اللي احنا تعودناه او اللي تعلمناه في النادي الاقالي ان كل الظروف اللي بتحصل قبل المباراة او الكلام ده كله كنا بنروح في اجواء في افريقيا اصعب من كده بكتير جدا بس كنا بنقدر نفصل واضح ان اللاعبة في المباراة ديت ان الشحن كان زيادة او ان التركيز في الملابسات اللي كانت خارج المباراة خدت من اللاعبة كتير او خدت من زهن اللاعبة او تركيز اللاعبة كتير واختبار حضرتك ازاي فعشان كده الناتج في الملعب ما كانش بشكل كبير رغم كده ان انت في لو تحسب الفرص اللي ضيعها النادي الاقالي لا احنا ضيعنا فرص كتيرة جدا وسهلة جدا حتى الاستحواز ما كانش محسوس مع ان احنا كنا استحواز احنا الاستحواز 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 بالزبط بس مش محسوس والفرص ما ناتجش عنه خطورة بالزبط على مرمى المنابس على كل احوال خلينا بعد قصد حدق نقف عند النقطة دي ونطلع فاصل ونرجع نكافة فضح رح بحضرتكو مرة تانية وحدثنا اكيد لسه مستمر ونتكلم في ملابسات المباراة بالامس كابتن حسين انا معي بعض يعني الاحصائيات للمباراة امبارح نتناقش فيها اقول لما حضرتك سريعا بالنسبة الاهلي طبعا والوداد نتكلم عن الاستحواز 63% للاهلي 37% للوداد 70% للاهلي من التزديدات الوداد 77% عندك الرقنات اربعة هنا اربعة التمريرات بقى 507 لنا 250 ليهم تمام التمريرات الصحيحة منهم 417 لنا 759 ليهم تمام استحواز القرى وده الرقم اللي فيه شوية يعني لحد ما توافق 779 ليه 776 يعني انا التسلل عندنا سبعة هنا صفر يعني خسارة القرى 52 مرة وهما 45 مرة يعني الارقام بلغة الارقام بتشوف الارقام بعيدة بتشوف الارقام بتدل على ايه؟ هقول لحضرتك حاجة الاستحواز زي ما حضرتك بتقولي بنسبة كبيرة للنادي الاهلي واحنا بنقول ان احنا كمان ان احنا ما كناش موفقين او ما كناش بلغة الكورة كويسين في المبارة او ده برا حضرتك ازاي؟ ده معنى ان لو الاجواء كانت طبيعية والامور طبيعية كان المفروض ان العملية تبقى افضل وحسن معظم استحواز النادي الاهلي انبارح معالشي لان احنا برضو عشان نبقى منصفين ان النادي الاهلي ما كانش في الحالة اللي هو نعرفه عنه او اللي هو النادي الاهلي الاستحواز كان في المنطقة الدفاعية بتاعتنا اللي هي منطقة زي ما احنا بنقول التحضير ان احنا بنحضر من تحت وهم كانوا سيبلينا الاستحواز دوت وكانوا عاملين زون سيبلينا التلتل الدفاعي بتاعنا ما كانواش بيضغطوا من بدري فممكن دي نقول مثلا الاستحواز ممكن يبقى خدع شوي لان احنا معظم الاستحواز كان في المنطقة بتاعتنا بالدليل النول اولا مش محسوس قوي سانيا لم يصفر عن شيء يعني هما نص الاستحواز بتاعنا كان نسبة مقوية وبال 37% بتوحهم دول عارفوا يجيبوا جورين بالضبط كده احنا افضل فترات للنادي الاهلي اللي لعب فيها اللي كان المفروض ان هو يبدأ بيها المباراة اللي هي نهى بيها العشر دقائق الاخيرة في المباراة للنادي الاهلي كان المفروض ان هو يبدأ بالشكل ده ان هو يضغط عليهم بشكل كبير لان هما كانوا يحترمين للنادي الاهلي ولا ده غصبا عنهم يعني ان هما يحترموا النادي الاهلي بشكل كويس وعرفوا ان النادي الاهلي لو ديتهم مساحات هتبقى الامور بالنسبة لهم صعبة فهما لعبوا على الجزئية ديت فقفلوا كويس على أساس مبقاش في فرص ورغم كده احنا في الشوت الأول من المباراة في بعد الهدف على طول فيه كرة بتاعة ياسر إبراهيم اللي هي بالهيدرز اللي كانت كورنر ديت فيه كرة بتاعة طاهر اللي شاطها وجاد في رجل المدافع ده في الشوت الأولاني اللي احنا كنا برضو لسه مش عايزة أقول الرهبة بتاعة المباراة أو المتخطة بالزبط زائد الأجواء اللي كانت قبل المباراة برضو دي ما نغفلش عنها لأنها دي برضو سبب من الأسباب اللي دخلت اللعيبة بتاعة النادي الأهلي للحالة دي يعني المفروض ان انت بتخش الأمور بتاعتك لما تخش مباراة بتبقى الأمور طبيعية بس تاريخ الأهلي مع النوع ده من الضغوطات وطبع المرة دي الضغوطات أبعد بكتير من المنطق يعني أبعد من أي حاجة حصلت قبل كده مضاعفة الحقيقة لكن بشكل عام المفروض ان العادي الأهلي عندهم من الاحترافية والثبات اللي مفعالي ما يسمح ان هم يحسنوا التعامل مع الظروف اللي ما انا هقول لحضرتك حاجة زي ما حضرتك زي ما انا هقولت حضرتك ان الظروف بتاعة المباراة دي بالذات غير الظروف اللي هي كانت قبل كده ان الظروف كانت يعني عايز اقول يعني يعني صعب قوي يعني يعني بأسلوب كويس مش عايزين نروح للافظ مش كويس لأ الظروف المرة دي كانت والنادي الأهلي معلش او اللعيبة اللي موجودة بتاعة النادي الأهلي المفروض ان احنا نخرج برا القصة دي طول عمر النادي الأهلي بيبقى مثلا مجلس اتضرب في حاجة بيشوف شغله في حاجة تانية او الجهاز الإداري مثلا بيشوف شغله في حاجة تانية واللعيبة مهما كانت بتفصل عن كلام ده انا شايف ان الظروف اللي حصلت قبل المباراة خدت اللعيبة بتاعة النادي الأهلي راحوا بشكل كبير اول للظروف دي وده خطأ كابتن حسين خلينا نروح بحضرتك ان نفاضل تقريبا دقتين واحنا محتاجين خلاص نقفل الصفحة دي زي ما احنا متعاودين ونبص للي جاي مش بنقفلها علشان احنا خسرنا احنا بنقفل ان احنا حتى لما بنفوز احنا بنقفل وبنبص قدامنا عندنا دوري وعندنا كاس هل بتشوف من وجهة نظرك يعني المسلماني حيب عليه ضغطة اكبر في فكرة تأهيل هنا اللعيبة بقى ليه مطشط الدوري وحتكلم تحديدا عند دوري زي مكتب تكلم عندنا ايستن كومبني وعندنا الزمالك يعني ممكن يبقى مطش شوية اخفم التاني بس الزمالك هيبقى مطش صعب فبتشوف التأهل نفسيا كمانا او التأهيل نفسي سيبقى مضاعف بتهاية المقابل المسلماني لان احنا كنا بنقول لو حصلنا على النجمة الحداشر ربما داي بقى انعكاسه ايجابي على كمان الدوري واحنا كنا محتاجين اي دعم نفسي بصراحة التأهيل النفسي للفترة اللي حضرتك بتتكلمي فيها ديت هيبقى اهم كتير جدا من جزء الفني ان اللعيبة بتاعت النادي القالي تفصل بقى هتبقى محبطة بشكل كبير جدا نحنا خايفين من ده فالعامل النفسي هيبقى مهم جدا ولازم يشتغل مستر موسماني كتير جدا على اللعيبة الفترة اللي جاية ديت في العامل النفسي بالذات انه يبقى انه يفصل لان احنا برضو معلش احنا العقلية بتاعتنا برضو مهما كانت مش مزاي اروب او مزاي الناس في اروب واخد بالك الدموط عندنا احنا بنتأثر وبتاخد معنا فترة طويلة وده شيء مش يعني مش 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 كوي سيانا ربنا يصر الحمد لله رب العالمين خدر الله ما شاء فعل هو العنوان بس اللي ممكن هو يتقال على 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 القصة دي عشان انا فعلا انا مدائي جدا من موضوع الكاف ده يعني هم وعدوا فاوفوا فعلا يعني لو قد ترخيركم اوش عايزين حاجة تانية جماعة حلو اوي كده حلو اوي على كل حين شكرك كابتن حسين ان الله ينورتنا كالعادة كالعادة يعني هنروح فاصل بس انا مش هارجع بقى كريم هيرجع عشان هيكون معا دكتور دينا او السعود والفقرة هتكون في غاية الاهمين ملف مهم هتكلم او هيكلموا فيه عن مضادات الاكسادة صح كده صح جده تابعونا تجدوا ما يسركم خليكم معا